بركان غضب ليبي لحكومة الوثاق المعترف بها دولياً رداً على اعتداءات قوات اللواء خليفة حفتر على العاصمة طرابلس أنهيت الاستعدادات العسكرية لهذا البركان للبدء بعملية تطغير واسعة للمناطق التي سيطرت عليها قوات حفتر في أطراف طرابلس فرغم تمكن قوات الوثاق من السيطرة على مدينة غريان نهاية حزيران الماضي إلا أن قوات حفتر لا تزال تمتلك مركزاً متقدماً باتجاه العاصمة ممثلاً في مدينة ترهونة التي توفر عبر طرقات زراعية إمداداً لقوات حفتر المتواجدة في قصر بنغشير وأجزاء من حي عينزارة وواد الربيع إطلاق هذه العملية يأتي تزامناً مع تغيير كثير من الدول الداعمة لحفتر لهجتها تجاه حكومة الوفاق ما يعد اعترافاً ضمنياً من تلك الدول بفشل حملات حفتر العسكرية للسيطرة على طرابلس فبدأت تدعو إلى تهديئة وهدنة لحفظ ماء الوجه بعد أن ذهبت جهودها أدراج الرياح في ضرب العملية السياسية التي تعد حكومة الوفاق مركز استقرارها بنفس الوقت ترى حكومة الوفاق أنها لا تأمن جانب حفتر في عقد أي هدنة جديدة نظراً للتجارب السابقة التي أثبتت ارتكاب قوات حفتر انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين برغم التوصل لعدة هدن مستغلاً تغاضي المجتمع الدولي عن تلك الانتهاكات ورغبة بعض الدول حشر حكومة الوفاق في زاوية التنازل عن مواقفها السياسية كل ذلك دعا حكومة فايز السراج إلى المضي في عملية بركان الغضب حتى تأمين كامل محيط طرابلس ومن ثم الجلوس إلى طاولة المفاوضات بوساطة دولية وتعاهدات أممية بإنجاح جهود العملية السياسية سنوات من الصراع عشتها ليبيا أثبتت للفرقاء الليبيين أن المجتمع الدولي نهاية الأمر يميل للمسيطر على الأرض بغض النظر عن شرعيته وشعبيته وذلك ما يفسر أن عملية بركان الغضب جاءت لتقول إن شرعية الحكم لا تساوي شيئا دون قوة تحميها